اهلا بحضراتكم من جديد كابتن حشيش فوز مستحق لشباب النادي الاهل النهاردة غير النتيجة كمان الاداء ما شاء الله رائع اهم حاجة يعني واضح ان كابتن عمر اكلمهم بين الشوطين انما يعني نتيجة نتيجة الشوط الاولاني اللي هو اتنين صفر ما استسلوش الولاد الموضوع ان خلاص المباراة خلصت عجبني اصرارهم على زيادة طبعا الاهداف والانتشار الجيد وبعدين يبتدوا يغيروا بقى في نواحي الهجومية احنا كنا الشوط الاولاني بقول ان كانت الجابة الشمال اللي شغالة الشوط التاني بقت ناحي الشمال واليمين والاختراقات المنص واهم حاجة كمان شفناها اضربات استغلال اضربات السابتة وخصوصا طبعا اللي جلنا ان انا قلتلك على مصطفى فوزي القامة الطويلة دي عايز اشوف بقف العرضيات وفعلا رد عليها على طول جاب هدف رائع نط طبعا يعني جنب علي او فوق الحرس المرمى نتيجة طبعا كبيرة بتأكد صدارة النادي الاهلي واحتفاظه بالصدارة والمركز الاول وان شاء الله بقى حظ اوفر فيه التصفيات ان شاء الله باذن الله بعد كده كابتن بلال مصطفى فوزي طب قبل ما اخد معاك تعليق عن مصطفى فوزي انت يعني كنت تسنع عليه في الشرط الاول كان نقصوا الاهداف ما شاء الله يعني احرز هدفين رائعين نروح لملعب المباراة مع زميلنا محمد توفين ملعب المباراة فضل توفين اهنا بيك مرة تانية كابتن اسامة برحب بحضرتك وبضيوفك الكرام بعد انتهاء مباراة الاهلي وجونا بفوزي النادي الاهلي بخمس اهداف مقابل هدف واحد ومعنا بعد انتهاء المباراة كابتن عمر الأنور المدير الفني الفريق كابتن عارو يعني الفابروك الفوز مباراة كبيرة اعتقد النهار دي كل اهداف اللي كنت بتطمح لها هتام مباراة النهار بسم الله الرحمن الرحيم في البداية بس برحب كابتن اسامة وكابتن حشيش وكابتن بلال بقول الحمد لله طبعا يعني المباراة المكسب فيها كويس ثلاث نقط مهمين يعني سبتوا موقفنا في الصدارة اخر مبارا لنا في المرحلة الاولى هنبدأ بقى ان شاء الله الشغل والاعداد للمرحلة اللي جاية ان شاء الله باذن الله اه يعني انا شايف بس ان هي النتيجة بالنسبة لي نتيجة ايجابية بالنسبة للنقص العددي اللي كان موجود عندنا النهاردة يمكن احنا حتى كنا مستعينين باربع لعيبة من الالفين واحد انها عندي اصابات كتير يعني ونس كلها اساسيين مهمين يعني عادل زينهم وعندي مانو عبد الرحمن مانو وعندي فاد وجمعة كمان غير طبعا الناس اللي طلعت اعراض ففينا واقس كتير في الفريق اتمنى ان شاء الله ان احنا الفترة اللي جاي نقدر نحنا يعني الناس المصابين على اقل يرجعوا ونقدر ان احنا ان شاء الله نكمل بيت البطولة باذن الله بشكل طيب اخيرا وسريعا يعني المرحلة النهائية شايفها ازاي وهتعاملوا معها ازاي لا هتبقى مرحلة صعبة جدا وهتبقى بالنسبة لنا مباراة كوس خصوصا لو التعديل اللي احنا اسمعناه او اللقرناه من التحاد الكورن هي هتعمل دوري منظور واحد وعلى ملاعب محايدة فانا بالنسبة لي دي هتبقى مباراة كوس هيبقى تمن مباراة هيبقى تمن مباراة في منطقة الصعوبة لان انت هتلعب كل الفرق اللي هي اللي صعدت اللي هما التالت اوائل فانا شايف انها هتبقى هتبقى صعبة جدا الوقت هتبقى داية اتمنى بس من الاتحاد بداية من المباراة تقلت اتمنى بقى ان ما يبقاش فيه ضغط مباراة ان انت تلعب مرشين في الاسبوع اتمنى ان احنا خلاص تمن مباراة اعتقد ان دول عدد قليل جدا على الفترة اللي بقية في الموسم فاتمنى ان شاء الله يعني يكون فيه تنظيم شوائه المباراة ما يبقاش فيه ضغط بتاع المباراة اللي موجود دا شكرا الكابتن والتوفيق في الاجاتي ان شاء الله شكرا كابتن اسامة دا قلق Tenemos مع كابتن عمراء أنور مدير الفن الفني لنادي الاهلي موليد 99 يا رب دايما بالتوفيق لنادي الاهلي ودايما في انتصارات ومكاسب كل ما ليك ودفا كرام شكراً يا توفيه وشكراً على التغطية المميزة وأيضاً بنشكر كابتن عمر أنور مدير الفني الشباب الأهل ونتمنى له إن شاء الله التوفيق خلال الفترة الجاية الفترة لتكون مهمة في التصفيات النهية وإن شاء الله يقدر يعني يحرز بطولة الجمهورية للشباب نروح أيضاً لأبرز أرقام وإحصايات الفريقين بعد المباراة النهاردة ما شاء الله الناد الأهلي بيقدم مباراة رأيها وهسمع تحييل الكابتن أحمد بلال عن أرقام المباراة طبعاً الناد الأهلي بيفوز بخماسية الاستحواز كان لصالح الناد الأهلي 56% لناد الأهلي مقابل 44% لصالح الجونة 11 تصويبة لصالح الناد الأهلي مقابل 8 تصويبات للجونة 13 عرضية للناد الأهلي مقابل 7 عرضيات لفريق الجونة وتسع أخطاء على الناد الأهلي مقابل 10 أخطاء على فريق الجونة كابتن بلال قبل ما أسمع تقييمك عن مصطفى فوزي شافي الأرقام إزاي النهاردة أرقام مباراة الأهلي والجونة بص الأرقام أكيد بتنم عن الأداء يعني أنت كل الحاجات لاستحواز للأهلي ده الشوت للأهلي الشوت أون تارجت برضو للنادي الأهلي وإن كنت كمان بشوف أن الشوت أون تارجت أهدف محققة مش بس أنت بتصاوب الكرة من بارة 18 عشان تتحقوا بمحاولة تسجيل الأداف لكنها كور كلها خطر في منها انفراد في منها كور الحرس في الكورة الأخيرة الحرس يعني تعلق فيها وطلحها فالأهلي يمكن الأداء اللي شايفينه ده تمام ده المرضود الطبيعي للإستحواز والشوت والعرضيات بتاعة الأهلي والكور السابتة اللي جاءت للنادي الأهلي والأخطاء كمان اللي على فريق الجونة تمام أكتر من الأخطاء اللي على النادي الأهلي وده ينم أن الأهلي كان متسايد اللقاء وبعدين يعني أنت بتتكلم في 5-0 ف5-0 النتيجة خلاصة يعني بتنم عن كل شيء طيب مصطفى فوزي تقييمك لمصطفى فوزي أحرز الهدف الرابع والخامس احنا قلنا ما بين الشوتين الخامس كمان رائح مصطفى فوزي قلنا ما بين الشوتين يعني هو ناقصه يتوق بهدف فهو الحقيقة هو ثوق بهدفين يمكن هو رد علينا بص الهدف ده عاتلنا لهدف خمس وصنحتنا باكروري الهدف الخامس كما الذي بقى لو كان حدي تاني جابه كان زمن دلوقتي مصر وكل lidt مع ما عاد следующ ايه ايه والله والله اه كابتن كان زي ما وصل كلها عدد بعدش قال لك بص الجنب دي خمسة متر يعني ممكن يقول بل جنب اثنين متر ونص وانا عجب اثنين متر قال لك بص الجنب خمسة متر وده بتحصل بس في بلاد الوكواك اتبالك فما يكون عندك لعيب الامكانات والقدرات والجنب بص خد بالك سماك امان الجنب هو واقف مش برجل واحدة اه السبال الجنب دي اصعب يعني طالع اعلم الجون من اعلم الجون والجون طالع مريح كمان يا كابتن طول الجون مع ايده اللي مرفوعه اه اعلم منه الكابتن حشيش منابلها بيقول لي نفسها مصطوفى فوز يستغل طوله اه من ابقى اه طبعا بص هنا طالع اعلم من ايد الجون اه تمام ما شاء الله يعني حاجة حاجة الحقيقة لو حافظ على دي يعني دي يأكل عيش ناس كتير اه فلو حافظ على ايه بص الجنب فيني بالبطيق كمان انا كيف معاكم ان شاء الله خامة مميزة اه طبعا مصطفى فوز كابتن حشيش مصطفى شوبر تصدى لراكلة جزاء كانت صحيحة على النادي الاهلي راكلة الجزاء التانية مفاش اي كلام لا مفاش اي كلام برضو مفاش اي حاجة خاطئ الحكم كانوا التوفيق في الموضوع دوات يعني دي الراكلة الاولى تصدى لها مصطفى شوبر ببراعة صراحة انا عجبني الحقيقة مصطفى لسبب يعني اه اي حد بيلعب درجة اولى اوسامة يعني احنا بنطلقنا واحنا صغيرين 19 سنة مثلا بنلعب درجة اولى وبنتمرر ونلعب فوق لما كنا بننزل نلعب تحت بنحس ان احنا اي يعني اعلى من الناس او اكبر من الناس وده بيأثر على الاداء بتحس ان انت اقل لوحد اه حرص المرمى فيها تركيز عالي جدا جدا وده اللي اكده الحقيقة مصطفى النهاردة فيه تركيز وفيه ضربات الجزاء حتى يعني الكورة التانية رايح معها ضربات الجزاء التانية رايح معها انما طبعا كانت بالنسبة له صعبة كل الكورة ادى بيها ادىها بطريقة كويسة سواء كورة عالية او عرضية او الاوليالة اللي بصراحة اللي راحت يعني فتحية طبعا لمصطفى وتحية للفرقة كلها شايفين الناس كلها زي ما بلال قال كمان ما تقدرش تقول مين كويس ومين يعني كلهم الحقيق موالدين مين اللي عجبك النهاردة من اللقاء اليوم يا كابتن حشو التاني اه طبعا من اللعيبة المميزة جدا وطبعا شكري محمد مصير اه في ميدو المساك برضو اه لازم يجلو حقه برضو احرز الهدف التاني طبعا لعيب كويس وفي زياد طاري طبعا كابتن بلال اخيرا يعني علشان وقتنا اه عجبني النهاردة مجمل مباراة في اسلوب زي اسلوب الفري الاول لمسة واحدة لمسة ولمسة مزبوط مزبوط بص انا قلتلك ها دي الاستراتيجية اللي بيشتغل على الاهل اهلي يعني فوق وتحت ده الطبيعي انك انت بنلعب بنفس السيستم بتلعب بنفس الاداء فيه اتفاق ما بين المدربين ده وضع طبيعي لو مش موجود لازم يكون موجود وانا شايف ان هو يعني هو في الملعب موجود الاهل بيلعب من لمسة لمسة على الابة لانتشار التحرك اه وقت كتير جدا بينفس عملية ضغط من المنطقة اللي قدام ودي حاجة مهمة جدا جدا بالنسبة لفرقة النادل يالي بفوق سوزة كان في الفريق الاول او في فريق طعا الناشئين وده شيء مطلوب جدا عشان يبقا تب تشتغل بسيستم واحد وده اللي نجح فيه النهاردة كابتن عمر عنواروني تاجه كان الخمس اهداف الموجود اخيرا مين الاسماء اللي عجبتك النهاردة في لقاء اليوم انا انا طبعا مصطفى مصطفى كان هاي للنهاردة صناعة اهداف تسجيل اهداف العيب عنده قدرات وامكانيات اه ومصطفى شبير اه تصدى بشكل كويس بنالتي كان ممكن ياخد صد البنالتي التاني فانا دول اكتر اتنين عاجبيني برغم ان الكل المجموعة كلها كانت جيدة النهاردة شرفتنا انا وتناك بتحشيش شكرا جزيلا بشكر ضيوفي شكرا جزيلا وايضا بشكر حضراتكم على متابعتكم معنا النهاردة في استوديو الاشبال الف مبروك لشباب النادي الاهلي وان شاء الله مزيد من التوفيق خلال الفترة الجاية لا تكون اصعب فترة التصفيات وتمنى ان شاء الله عليهم التوفيق وكمان يتواجه ببطولة الجمهورية للشباب بكده وصلنا لنهاية استوديو التحليلي بتاعنا نشوف حضراتكم ان شاء الله قريبا في استوديو جديد من ملعب الاشبال شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته